إيران عايزة تدي رسائل لأنه لا يمكن للحسيين أنهم يوفقوا على وقت إلا بالعودة إلى طرهان إلى طرهان ودي حاجة حنبقى عارفينها زي العلاقات بين الحجد الشعبي وإيران بين حزب الله وإيران حتى لو الأطراف دي قررت أنها تخش في عملية تفاوض سياسي حول مستقبل اليمن أو لبنان أو العراق أو غيره إنما في نفس الوقت علاقتها بطهران علاقة وثيقة للغاية لكن طهران معناها عايزة تقدم هدية لفيينة مؤتمر فيينة الخاص بتسوية الموضوع النووي لأنه معلق على موضوع هل من الممكن أنه يستمر أنه الحرس الثوري الإيراني يكون منظمة إرهابية في قائمة المنظمات الإرهابية في العالم أم لا فعايزين يعني يقدموا عربون شوية أن الجهود اللي بيعملها الحرس الثوري الإيراني في المنطقة من عمليات قلقلة وعدم استقرار قابلة للتهديئة وقابلة أنه يعني نبتدي بقى نتكلم على المصير بتاع سوريا المصير بتاع اليمن المصير بتاع إيراني إيراني لبنان إحنا دخلنا كمان وده يعني الاجتماع اللي تم في النقب كان مصر طرحت القضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر